نحن دولة محترمة دولة لم يكن لنا سابق عمل دموي كما كان لتركيا والدولة العثمانية أعمال دموية لم يكن لنا سابقة في وضع أسس التعذيب كما كان بيافع العثمانيين لم يكن لنا سوابق كدولة إلا الرقي والحضارة والتمدن والتسامح والتسامي دي مصر لكن أردوغان وأجداده دمويون بطبعهم هكذا يتحدث بأفكار الأيدولوجيته التي لا تنظر فقط إلا إلى الناس كلها بتحقق مصلحة واحدة استمراره في الحكم إلى الأبد أقول له أنت لا تخاف الله لأنك لا تعرف الله أردوغان يتغنى دائما بآيات قرآنية ويحاول أن يدغدغ مشاعر الجمهور بأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن أخلاقياته لكنه أبعد الناس عن الدين وأبعد الناس عن السنة وأبعد الناس عن طريق الله وأبعد الناس عن سنة رسول الله هو أقربهم إلى الشيطان أقربهم إلى الشيطان هو ممسك بحبل الشيطان وحواريه من الإخوان ومرتزقة الإخوان دائما يصفقون له كما يصفق أبناء الشيطان للشيطان أقول أنه هذا اليوم فاصل مفصلي لا أستطيع أن أخفي سعادة الغامرة ولا يمكن ولا أستطيع أن أخفي أو أخفض من صوتي وأنا أعبر عن فرحة عارمة بتعكس ما كنا ننادي به وبتعكس ما كنا نتغنى به وبتعكس ما كنا نؤمن به بأن تركيا الحالية دولة مارقة بأن أردغان رئيس تركيا رجل ظالم ظال لشيطان